السلام عليكم معاكم معالمين نيويورك ازايوكو يا جماعة النهاردة هنعمل مشروب هايل جدا جدا حقيقي قوي جدا وصحي ادي ايه مش هتصدام وبدون سكر نهائي هنعمل ستارباكس مانجو دراجين فروت ريفرشو هايل وسهل وبسيط طبعوا معايا الطريقة وشوفوا مكونات ادي ايه قوية جدا جدا وصحية جدا كتير قوي قالولي نزلي مشروبات بدون سكر وحاجات تكون صحية وفيه كتير قوي منكم طلب مني وصفات للشوفان الحقيقة ان شاء الله انا مرتبة اني انزل ببرنامج خاص لحاجات بتاعت الشوفان عشان الناس اللي بتكتبلي كتير فيه بعض ناس كتبتلي ان انا نزل حاجات للضايت ولمرة ده السكر فادعولي يا جماعة والله العظيم انا يعني عايز انزل كله انتو بتقولوه بس ادعولي ان شاء الله حاجة حاجة هنزل بيها والشوفان ليه وصفات كتير جدا بس كلنا بس يعني بنبقى تايهين شوية هنزلكوا طبعا وصفات للشوفان هتعجبكم قوي قوي ومغزية وسحية جدا ان شاء الله وهنزل بالخبز الاسمر زي ما ناس طلبت مني وانا نزلت بالتوست الاسمر على فكرة قبل كده ونزلت اكتر من وصفة للشوفان عشان الناس اللي بتطلب وصفات للشوفان المشروب اللي هنعمله النهاردة هايل صحي مية في المية لا فيه اكتر من مية في المية هاقول بس هو فعلا صحي جدا 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 وبدون سكر خالص تعالوا تابعوا بقى الطريقة وقد ايه سهلة اوي 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 وجميلة جدا 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 والحقيقة من المشروبات اللي ما تقدرش تقوميها لنت ولا الولاد تقدر تستخدميها في اي وقت مالهاش يعني وقت عايز اقول مالهاش ان هي حلوة في السيف او في الشيطة انا درجن فروت ليه تلات انواع كل شكل واحد من برا لكن من جوه بيختلف في اللون فيه لون بيبقى اللون الهو البينك وفيه لون بيبقى من جوه اللون ابيض وفيه بيبقى لونه اصفر ده كده اتفعنا للفروت ده هاستخدم المكونات بتحتي wanna buy the lemon عصير اللومن هاستخدم هنا لبن اللي هو جوز الهند هاستخدم الشاي الاخضر هنا انا جبت درجن فروت اللي هو كان من جوه ابيض مكانش فيه المكان لان روح تأجيبه منه مكانش فيه هو اللون البنك كده اللي لازم اعمله بيه كان عندي دراي هو الفروت نفسه فاستخدمته يبان عندي مانجا وعندي لهو درايجن فروت وعندي الجرين تي اللي هو الشاي الاخدر وعندي لهو الحليب بتاع جوز الهند دي المجونات اللي هنعمل بها اقوى واغرب مشروب ممكن يعني تعتمدي عليه يوميا ان هو يديك الطاقة كاملة لجسمك كله انت واطفالك هسيب مقادير المشروب ده جوه سندور وصع علشان اللي يحب يعمله بالمقادير او تحب يتعمليه زي ما انت عايزة وتتحكمي في القوامل اللي يعجبك الحقيقة بعد ما عملت التاست مبين ومبين ستاربكس بتاع ستاربكس طبعا جميل ولكن اللي انا عملته بتاعي يعني انا زودتي في حاجات زودتي الفروت الحاجات اللي هي يعني حاجة بتاعتي في بيتي تمام انتو فاهميني فزودتي زي ما انا غير ان كنتي هتشتريها بمحاطل الكميات وحاجات معينة كده هنا استخدمت الدراي عشان اغد اللون الهوى الحال واللون البنك فعشان كده يعني استخدمته غير كده انا مش محتاجها هستحط عايز في البداية وهنزل بعصير اللمون وهنا الحليب اللي هو حليب جوز الهند وعندي الشاي الاخدر اللي طبعا كتير قوي مقدرش يستغنى عنه وبيحب قوي الشاي الاخدر من اقوى المشروبات حقيقي والمانجا طريقة سهلة ما فيها الشغل مفيش سكر مفيش وعسل مفيش اي شيء اول ما تحطي كل الاضافات دي مع بعض وتيجي بقى تشربيها هي سويت ما تحوليش هي سويت فيها سكر منها فيها سكر طبيعي بتاعها هي هنستخدم الجرين تير وهنشغل عليها الخلاط او اي حاجة عندنا بس انا هستخدم بسيط زي ما قلتلكو اللي هو الدراي الفاكهة اللي هي الدراي اللي هي المجففة عشان اخد اللون مش اكتر من كده شايفين عملت معاكم فاكهة مجففة قبل كده عملت معاكم الموز وعملت التفاح وعملت خضار وعملت برتقال وعملت تاني وعملت المانجو كمان هسيب لينك الفواكه المجففة جوا سندوق الوصف عشان اللي حبي يرجع لها ان شاء الله هشغل عليهم الخلاط او اي حاجة زي ما قلنا حوالي عشر او خمستاشر ثانية يبقى كله مع بعض عمل ينهر ويت لون بقى ما حصلش كله اندمج مع بعضه قوام مهما اقول قد ايه حلو قوي مش هتصدقه اللون اللون نفسه فيه بهجة اللون مريح جميل جميل جدا جدا التعمه خرافة سيدة اقول لكم ان انا صورت لكم شكل الشمس في الغروب وانا بعمل العصير يعني قلت خليكوا يعني تستمتعوا شوية بالشكل ده شايفين الكهوم قد ايه سهل ووسيط جدا طريقة وحلوة قوي قوي وهنوفر كتير والاهم من التوفير والله انه هو لو دخلت عملت على الحاجات الفيتومينات اللي موجودة في كل عنصر من عنصر المشروب ده هتتجنيني هتلاقي نفسك دخلت الجسمك حاجات كتير جدا جدا انت محتاجها ده كان فيديو النهاردة لينا سهل قوي وبسيط جدا ان شاء الله انزل بسلسلة كاملة عن هي الوجبات الصحية والخفيفة ادعوا لي محتاج ادعاكم جدا 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 والله ادعوا لي يا جماعة حبيت ازاين منع الوش اللي هو حط حاجة بسيطة دراي من اللي هو الفروت هو اول ما نزلتها على العصير بتادي التترة ويترجع اللي وضعها اللي هو العادي بقى في بعدي ناس تحب تحط كريمة بس انا طبعا ما حبيتش اضيع الفايدة وكل حاجة انا عملتها باني اضيف كريمة انا حبيت ان هو يبقى كله كده طبيعي كل حاجة فيه طبيعية مية في المية بدون اي كريمة بدون شوجر بدون عسل دي كانت رأيتنا النهاردة انجوي واتمنى يعجبكم وكون ديفة خفيفة عليكم واتدخلوا معايا دلوقتي تشوفوا الغروب وهي يعني الشمس وهي بتمشي شكلة حلوة اوي اوي اللون كان جميل عايز اقول لو اول مرة بتزوروا القناة واعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو اتمنى تعملوا شير للفيديو ما بين الاهل والاصحاب فيه رسال كتير بيجيني على الفيس وفيه ناس كتير بتعمل شير للفيديو عشان تشجعني انا بحبكم جدا انتم يعني من الحاجات الحلوة اوي اوي اللي حصلت في حاجاتي ربنا يبرك فيكم ادي الشمس جميلة شايفين تبارك الله حلوة اوي اوي اهم جميلة كانت وقتها مع المشروف يعني انا سرقت اللقطة دي قلت خليكوا تستمتعوا معايا كان معاكم علي من نيويورك هسيب لينك قناتي التانية حاببة في امريكا جوا صندوق الوصف علشان تشجعوني عليها ونزل جديد او تبقى قناة يعني احطها يعني لو حصل اي حاجة للقناة دي لقدر الله نقدر نتواصل مع بعض في القناة التانية شايفين ادي الغروب كان جميل اوي اوي انا صورتي لحد ما الشمس يعني اختفت بس قلت اصور بس احط حاجة بسيطة عشان ما اثقلش عليكم في الفيديو ويبقى فيديو خفيف خفيف يعني تبقى استمتعتوا كمان بالمشروب الهائل ده ده كان الفيديو بتاعنا النهر ده كان معاكم علي من نيويورك هفضل معاكم الحاطمة الشمسي با الامين الشمسه الشمسي تنزل شوية ما تنسوش يا جماعة الدعوة الحلوة اللي بستناه منكم السلام عليكم